كل الأهلوية في كل مكان الحقيقة مستبشرين كل الخير بالذات بعد لقاء الأهلي والزمالك في لقاء السوبر يعني الحقيقة الأربع ماتشاط اللي قبلهم اللي هم اتنين محليين واتنين إفريقيين كانوا إلى حد كبير طبعا مطمئنين إلى حد كبير لكن زي ما كنتنا ود بتحكي مع حضرتكم من شوية أن كان فيه شوية ناس قالوا ما معناه لا ما نحكمش من دلوقتي على المدير الفني الجديد الأربع ماتشاط اللي فاتوا وكأنهم مش محسوبين لكن نبتدي حساباتنا بقى من خلال لقاء السوبر واعتقد الحسابات كلها بتؤكد أن احنا بصدد مدير فني محترف ومحترف وبالمناسبة كنا تكلمنا مع حضرتكم في آخر حال أيوم الأربع اللي فات لو حضرتكم فاكرين وقلنا ما معناه أن المكسب هيكون إلى حد كبير للأكثر ثبات انفعالي وقد كان وقلنا أنه هيكون فيه مباراة جانبية ما بين الاثنين مدرأة فنيين وقد كان وده اللي حصل فعلا ولو يعني حللنا كده المدش ده بالرؤية وبالإحصائيات وبالتشكيل وبالأداء لا نقدر نقول أن كولر فعلا قدر إلى حد كبير أنه يتفوق على منافسه فريرة ويعني يقفل قدامه كل المساحات ولعب على جمل تكتيكية هجوميا ودفعيا بشكل أكتر من رائع وده كان يخلينا نوصل كتير لمرمى الفريق المنافس كمان الناحية البدنية كانت ملفتة جدا للأنظار واضح يا حضرات أن المستوى البدني للنادي الأهلي عالي جدا لأن الخطة اللي لعب بها كولر اعتمدت إلى حد كبير على القوة البدنية للعيبة فكرة أنهما يلعبوا على كل كورة في رجل لعيبة الزمالك يقطعوا ويقفلوا ويموتوا أي فرصة أو أي شبهة حتى جملة تكتيكية بيحاول يعملها الفريق المنافس ده الواحده مجهود كبير جدا لكن الحقيقة لعبتنا نجحوا في تنفيذ هذا الأمر بامتياز شديد ونتج عنه سيطرة إلى حد كبير كانت منحققة لصالح فريق النادي الأهلي بص انت كان عندك تفوت تكتيكي بشكل كبير يعني ده اللي احنا نقدر نخرج منه حتى بصراحة الحقيق قال فيه ناس كتيرة من الزمالك كانت تتكلم تقول لنا أنتوا لعبتوا أفضل أنتوا كان لكم الأحقية دي بقى الناس اللي هي عندها روح رياضية وناس جميلة ناس في الأول في الآخر ما عندهاش أي مشاكل داخلية ما فيش يعني بيتكلموا بما يردد لي على فكرة وإحنا حلنا كده إحنا لما بنلعب حتى مدير الفني بتاعنا يعني إحنا واخدين على كده لما بتلعب مباراة مش حلو مدير الفني بتاعك بيطلع يقول إحنا لم نكن الأفضل ده اللي إحنا نعرفه شفناه من أيام منواله وقبل منواله ومن بعده ومع موسيماني ومع فايلر إحنا كده وقالر وغيره بس الحمد لله قالر لحد الوقت إحنا ماشيين كويس لكن لما يبقى عندك مشكلة بتطلع تقول يمكن فرارة شوية أنا شفت تصريحات بتاعته بعد المباراة هو لم يتحدث إن كان في مشكلة مع نادي الزمالك هو ما قالش إن كان في مشكلة عندهم هو قال لك إحنا المباراة بالزبط كده قالها إن المباراة بتخلينا أو أكدت لنا إن إحنا نقدر ننافس في البطولات المختلفة يعني تصريح معرفش كان أنا ما فهمتوش أول في حاجة تانية قالها بس أنا قارتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مش مال يدي قاول من اللي حول اللي أنا حقوله لك ده كان من خلال السوشيال ميديا وتاني أرجع أقولك مش بالضرورة كون الكلام ده حصل بس إن كان حصل إن هو صرح وقال إن أنا بيكلم عن نفسه إن هو الهدف التاني بالنسبة لي مش محسوب لأن إحنا كنا بنهاجم وبتدافع باتنين فقط ففي البعض من رواد وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك نزلوا صورة وقال لك أهدول الاتنين اللي كانوا بيدافع بيهم وفي سبع لعيبة من الزمالك موجودين في مواضع مختلفة فالله أعلم على كل الأحوال إحنا خلينا في الجزء اللي يخصنا إحنا عملنا اللي علينا وزيادة أنا بتفهم معك ولكن يعني على كل حال هو ممكن يكون فعلا التصريحات كبس إحنا برضو لأن نلتفت لتصريحات أنا بس بقول لحضراتكم لأن لما نيجي نتكلم أو شوية حتى إحنا قارننا أنا وكريم قبل كده بين المدير الفني هنا وهنا وده مش بس عشان فرارة أو الزمالك إحنا أي مطش بنلعبه أو أي مباراة أو أي بطولة بنقارن ما بين مديرين الفنيين عشان نشوف كل واحد فكره إزاي المتوقع منه وغيره ده تصريحات عن اليوم السابع تحدين عشان برضو كلام يبقى تمام المواجهة الأهلي فهمتنا أن عندنا المقدرة ننافس بقوة على البطولات وده هدفنا القادم والشط الثاني كان أفضل لنا والهدف الثاني كانت المباراة به انتهت خلاص